أزول أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أرشيف توالد تكلمنا في الحلقات الماضية عليها مجموعة كثيرة من الأشياء من ضمنها اللي حبيت نتكلم فيها عليكم ومعاكم اللي هي أرشيف الأفلام طبعا الأفلام تعتبر وثائق تاريخية ولو كان تسجيلها للتاريخ في فترة قصيرة جدا ولكن في التاريخ الحديث والمعاصر تقريبا ليبيا كانت محظوظة من بدايات اختراع هذه الآلات لدينا تسجيلات عن ليبيا في كل أرجاعها حقيقة فيه في الجنوب في الشرق فيه في الغرب فيه طبعا العاصمة والحواضر كان لها أكبر حضور طبعا نحن في مؤسسة والتقافية إلى جانب الاستمتاع ما بيتش نقولها من هو لكنها طلعت الاستمتاع وكذلك أرشفت هذه الأشياء نضم في أرشيفنا كذلك اللي هي الأفلام اللي هي المساجدة الأفلام أنواع وأشكال هلبة زي ما تشوفوا هنا تعرفوا قرص زي هذا بالرغم من تقله وكبره وحجمة هذه بس يعني مع ليس سمحولي بنتكلم عن الأسعار شوية بس بش نوريكم مني هذا الموضوع مش سهل التجميع فيه هذه اللي يسمو فيها 60 ملم فيلم يكون حيانا صايلت ويكون حيانا فيها صوت النوعية هذه من الأفلام الباك بروحها هو الباك والتن كانر يقولون له بروحها والباكرة اللي داخله تنباع بـ 12 دولار في أقل ما يمكن تلقيها أقل سعر وتركب أكتر وكتر حسب الشركة المصنعة والآخرين في منها أنواع في هذه هي 3.5 إنج سمحوني نقول لكم على الأنج اللي لا أعرفها بالمليمتر المقابلة بتاعها 3.5 إنج وفيه 7 إنج اللي هم الأكبار هديو الحجم الكبير وبالرغم من مهمة كبار بهذا الحجم وبالرغم من مهمة صغار بهذا الحجم هذا فما فيهمش حتى 15 قيجة 20 قيجة على أقصى حد فهذا التسجيل هذا كله 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 تشوفوا فيه وغالر ومجاش بالسهولة ينحط كله في ممكن دي في دي واحد من هذا النوع ونحطينا جزء كبير منها طيب أو طبعا في العصر الحديد تجدو تحطوه في USB عودة على الأفلام هذه حقيقة هذا البروجيكتر نموذج من النماذج اللي عندنا في مؤسسة التقافية أو لدينا أجبوغة كبيرة جدا عندي أنا شخصيا مجموعة من البروجيكترات هذا silent film projector تقريبا 1970 حاجة زيكية يعني ليس كديم هلبة رهو 57 عفوا هذا ليس كديم هلبة فيها أقدم منه إلى 23 وغيره وعندنا في ليبيا البروجيكتر هذا الفيلم هذا تشوفوا فيه اللي قدامكم ومتوى ما يخدش رهو 15 دقيقة من التفريج بس طبعا بجانب أن هي تجميع لأرشيف ليبيا وجبل نفوسا وباقي مناطق ليبيا حقيقة كل ما نجد فيه ليبيا نجمعوا فيه ونهتموا به الأفلام هذه فيها متعة ورونق ثاني اللي هو غير اسمه معي والله اللي ملاحقين على الأفلام القديمة غير الصوت هذا بروحة سوف نضيفه مباشرة يذكركم بالسينما ويذكركم بأشياء كثيرة غير الصوت هذا بالنسبة لي يعتبر متاح حتى من غير ما نتفرج طبعا هناك شيئين يدارون في نفس الوقت يطلع الفيلم من هنا تضيي متاعها ربما تشوفوا في جزء منه وفي نفس الوقت نقص طبعا نحية اللامبة الأفلام هذه زي ما قلنا فيه منها أنواع وأشكال فيه ثمانية فيه ثبعا سوبر ايت هذا بعده لكن فيه ثمانية مليمتر فيه ثمانية مليمتر فيه 35 مليمتر اللي هو ما زال يستخدم فيه في المسارح الآن وفيه أكبر من هدف 3D وغيرها انتقلنا من هذا إلى التلفزيونات طبعا ودخلت كل بيت من البيوت وكنا محظوظين زي ما قلنا ناس هل بسجلت أجزاء من تاريخها شفت الوثائق والحجج أحيانا تكون لها علاقة بالأسرة نفسها أو صور عائلية مثلا أغلب الناس ما يظنش أنها وثائق تاريخية وأنها مهمة لتاريخ العام للمنطقة لكن أثبت الباحثين أن هذه وثائق مهمة جدا نفس الشيء الفيديوهات اللي عندكم في الحياش الصور الفوتوغرافية في الحياش طبعا إن اللي خاصة جدا بالأسرة وكذا لكن في الغالب ما فيش بيت يخلو من هذه الأشياء وهذه البيوت كانوا زمان يعني هذه مثلا الكاميرا من السبعينات أظن من 72-73 الكاميرا هذه كانت باليد ما تحتاج إلى كهرباء ما تحتاج إلى أي شيء تصور بها طبعا تعمرها التعمير في البداية وبعدين تقعد تصور بها والكاميرا تبدأ تتحرك بروحها ما تحتاج إلى شيء كانت بيوت كثيرة تملك هذه الكاميرا ما كانت شغالية جدا يعني فالتصوير لابد وأن هناك أسر كثيرة تملك وصورت صورت في الشارع مناظر عامة صورت أصدقاء صورت مباريات صورت مش عارف شين هو اللي هو أي حاجة نحن يمهتمين بها في مؤسسة التوالثقافية من صور من وثائق والأخير وكل حاجة تكلمنا عليها في مكانها أهلين تكلموا على الأفلام الأفلام تأتي على أشكال وأنواع جدا 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 أنا متأكدنا في غيره كثيرين سجلوا ولكن ما نعرفوش عليهم فنحن مهتمين في مؤسسة التوالثقافية بهذا التسجيلات ثم انتقلنا إلى هذا النوع من التسجيل وطبعا للآن التسجيل بالموبايل وبالغيرة وغيرة وغيرة هذا كلها يعتبر توثيق له وهذا سيكون مهم للأجيال القادمة وزي ما قلنا مش لأنها متعة فقط نعم هي متعة لكن كذلك فيها تاريخ كثير زي ما قلنا نحن لا نحتاجوش إلى الأشياء أنها خاصة وأسرية ودقيقة جدا لا المناظر العامة هذه كلها محتاجين لها محتاجين لها مش في أرشف التاريخ والحديث عن التاريخ فقط ولكن كذلك لما بتدير برنامج تلفزيوني لما بتتحلك على حاجة لما بتدير كذا شوفوا الخلفية متاعي يعني هذه الأشياء كلها مهمة جدا 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 في توثيق التاريخ التعجبها النفوزة وزي ما قلنا مجموعة بس بها من هاتو يعني بالرغم أنها هي تبان هلبة وتجيلة وكلا المادة اللي فيها راهي مش هلبة فحنا ما نقدرش ندعو أن احنا في مؤسسة تاوال ثقافية نملك أرشيف كبير جدا لهذا النوع من الأشرطة ولكن حبيته هنيه نتكلم عليه ونوثقه ونقول للناس نشجعهم منهم ويحافظوا عليه بدرجة أولى ثم يسهموا به لمؤسسات الثقافية زي مؤسسة تاوال ثقافية احنا ما ناخدوش في الأصل واللي عنده رغبة طبعا يبيع الأصل نشروه منها ولكن نستفيدوا منهم وندخلوهم عندنا طريقة ندخلوهم في الكمبيوتر ونحافظوا عليهم وبعدين نستفيدوا منهم ويستفيد منهم الباحثين طبعا ما اروا حتى الكاميرات هادو أكتركم لحق عليهم هذو الكاميرات طبعا الكاميرات هادو الكاميرات اللي قبلهم كلهم عندنا ونحاولو نحن نمفرق كل أكتر الأجهزة باش أي نوع من الأشهر التي يجينا نقدروا ندلولها تحويل الى السيستم اللي عندنا أو الكمبيوتر وإلى آخره ونحافظوا عليه زي ما كنا في هذا النوع من الديفيديات والله هذا بس اللي حبيت نقوله في شريط هذا كله وحبيت بس نعرف تعريف موجز عن مؤسسة والثقافية اهتماماتها المقتنيات متاعها لعل الآخرين يشجعوا إما أن يقتنوا أنفسهم ويحاولوا يحافظوا إما أنهم يبينوا للباحثين ويوفروا هذه الأشياء للباحثين وهذا فقط حقيقة لأن الحقيقة جميع 60 ملم و 8 ملم وغيرها من الأفلام هادو غالي جدا فملكنا بسيط جدا وأرشيفنا بسيط جدا 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 حقيقة مقارنة باللي هو موجود غادي في السوق والآن تقدر تشري الأسلطة هذي كلها تقدر تشريها في إيطاليا وغيرها لكن للأسف مكلفة جدا استيتيوتي لوشي وغيرها من المؤسسات الدولية اللي عندها أرشيف كويس تملك هذه الأشياء بالصدفة أنا مرت لقيت مع واحد كندي أركيتكت اللي هو معماري كان دار دورة لشمار إفريقيا وصورت والله عنده صور ومناظر من أرواح ما يكون طبعا لأنها شبعان وفلوسة بهيات مش راض أنه يتقاسم هذه الصور معنا ولكن ما زلت نحاول معاه وهو صديق جيد أنا متأكدنا مثل هذه الناس لما تموت ولا يصير لها أي شيء الأشرة هذه ربما تضيع تنبع في السوق وما فيش حد يعرف قيمتها بس فيه مناظر من أرواح ما يكون في رحلتها في شمار إفريقيا قائمة جدا 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 وأنا متأكد كثير منهم أولا زي ما تكلمنا علي بوسترو والكتب متاعها اللي اشترتهم مؤسسة التوالة الثقافية أولادها ما يعرفوهمش كل المخطوطات بتاع بوسترو عندنا في مؤسس التوالة الثقافية منها من لم يضر النور أبدا وبهذه الطريقة هذين قموا بتجميع هذه الأشياء وإلى حلقة ثانية من أرشيف توالت تنميرت أنوين